اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً ضرت بقرة على مربيتها طيلة أشهر جانفي وفيفري ومارس من سنة 2005 معدل 11 لتر من الحليب في اليوم باعت المربية خمس كمية الحليب بحساب 0.520 دينار اللتر الواحد وحولت البقية إلى زبدة كتلة واحد لتر من الحليب بالكيلوغرام 1.030 ويعطي الحليب ثمن كتلته زبدة باعت المربية للتاجر المجاور كميات الزبدة التي تحصلت عليها يومياً بحساب 4.800 دينار الكيلوغرام الواحد ما ثمن الحليب المبيع؟ الإجابة عدد أيام الأشهر الثلاثة 3.030 مع 8.030 يساوي 90 يوماً كمية الحليب خلال 90 يوماً 90 في معدل إنتاج البقرة للحليب في اليوم الواحد 90 في 11 يساوي 990 لتر كمية الحليب المبيعة 10.520 يساوي 102.960 دينار أحسب كتلة الزبدة المتحصل عليها بالكيلوغرام الإجابة لحساب كتلة الزبدة المتحصل عليها بالكيلوغرام يجب معرفة الكمية المتبقية من الحليب وحساب كتلته الكمية المتبقية كمية الحليب خلال 90 يوماً إلا كمية الحليب المبيعة 990 إلا 198 يساوي 792 لتر كتلة الحليب المتبقية 792 في 1.030 850 يساوي 815.760 كيلوغرام كتلة الزبدة 815.760 على 8 يساوي 101.97 كيلوغرام ما دخل المربية من بيع الحليب والزبدة بالدينار طيلة هذه المدة؟ الإجابة 8 بيع الزبدة كتلة الزبدة في 8 بيع الكيلوغرام الواحد 101.97 في 4.800 يساوي 489.456 دينار دخل المربية طيلة هذه المدة؟ 8 بيع الحليب مع 8 بيع الزبدة 102.960 مع 489.456 يساوي 592.416 دينار المسألة الثانية ثانياً لفلاح بئران يجاور كل منهما حوظ سعته 1344 لتر يستعمل الفلاح لملء الحوظين مضختين مختلفتين تضخ الأولى معدل 32 لتر من الماء كل ثلاث دقائق تضخ الثانية معدل 64 لتر من الماء كل خمس دقائق ملء الفلاح الحوظين ماء ليسقي أشجار بستانه التي تتطلب الواحدة منها معدل 24 لتر من الماء أحدد بأكثر من طريقة المضخة التي تملأ الحوظ في أقصر وقت الإجابة الطريقة الأولى مقارنة معدل ضخ المضختين فيما بينهما من خلال الكتابات الكسرية المناسبة لهما 32 على 3 معدل ضخ الأولى 64 على 5 معدل ضخ الثانية 32 على 3 أصغر من 64 على 5 إذن المضخة الثانية هي المضخة التي تملأ الحوظ في أقصر وقت الطريقة الثانية نقوم بتوحيد بسط الكتابتين الكسريتين لمعدل ضخ الأولى والثانية ثم مقارنة المقامين ومعرفة أي منهما أقل من الآخر وهذا الأخير هو الذي سيكون العدد الممثل للمضخة التي تملأ الحوظ في أقصر وقت 32 على 3 و 64 على 5 يساوي 64 على 6 و 64 على 5 5 أصغر من 6 هذا يعني أن 32 على 3 أصغر من 64 على 5 بالتالي المضخة التي تملأ الحوظ في أقصر وقت هي المضخة الثانية ما عدد الأشجار التي يمكن سقيها بماء الحوظين؟ الإجابة عدد الأشجار التي يمكن سقيها بماء الحوظين سعة الحوظين من الماء على ما تتطلبه الشجرة الواحدة من الماء 1344 في 2 على 24 يساوي 112 شجرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر